موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فبداية نرحب بالحضور الكريم أجمل ترحيب في هذه الندوة التي تحاكي مسيرة وحياة ومناقب أحد رجالات العراق الحديث وأحد رجالات الحركة الإسلامية العاملين المخلصين المجاهدين إنه الدكتور عصام الراوي رحمه الله ولدينا في ندوتنا اليوم ورقتين بحثيتين الأولى تحت عنوان حياة وسيرة الدكتور عصام الراوي رحمه الله للدكتور عمر النقيب والورقة الثانية بعنوان في ذكرى العالم الشهيد الدكتور عصام الراوي رحمه الله ودلالات الاختيال للأستاذ المفكر إبراهيم العجلوني من عاداتنا أن نقدم الضيف في ندواتنا ولكن ورقة الدكتور عمر اليوم تتحدث عن حياة وسيرة الدكتور عصام الراوي فنستميحك عذرا أستاذنا فستكون ورقة الدكتور عمر النقيب هي الورقة الأولى إن شاء الله والآن نبدأ على بركة الله للتعرف على هذه الشخصية الفذة فنفسح المجال للدكتور عمر النقيب ليلقي ورقته فليتفضل جزاه الله خيرا والوقت المقدر في حدود عشرين دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل للدين منارات وصوى ونصب للحق أمارات وقوى ونصلي ونسلم على من جعل الله سنته من أعلى المنارات والهدى وطريقته من أوضح الأمارات وطودي أولنها وعلى آله وصحابته الذين سلكوا درب نبيهم في حفظ الشريعة المعصومة ونهجوا صراطها في بيانها بالمسالك العلمية المفهومة وعلى من تبعهم في حفظ هذا الدين ومن عدول كل خلف إلى ساعة القيامة المعلومة وبعد فالإسلام جاء شامنا لضروب النشاط الإنساني كافة ومنها البحث الكوني وقد أمر الإنسان بتعمير هذا الكون المسخر له وذلك يعني في الوقت نفسه أن الكون المشاهد خاضع لإدراكه وبحثه لذلك لا يحصر العلم في الإسلام على الشرعيات فحسب وإن كان من أفضلها حيث تعلقه بالدين الحنيف وكتاب الله تعالى وبما له دلالة على أن العلم في الإسلام غير محدود بحد معين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم ومن واجب الأمة حفظ ما قام به وقدمه العلماء في جميع المجالات وهذا ديدن هيئة علماء المسلمين في العراق في تذكير الأمة بعلمائها والقسم المهني في الهيئة معني بذلك أيضا حيث يعنى بالشخصيات التي لها اقتراب أو قرب من مهام القسم وأدبياته المرسومة له وبخاصة لو كان هذا العالم خادما للدين والأمة وداعيا لهما من خلال علمه وتخصصه ومن أمثال هؤلاء الشهيد الدكتور عصام الراوي الذي نذكره اليوم في هذه الندوة لذلك سأتكلم عن سيرته وحياته حيث تواصلت مع رفيق دربه الدكتور مثنى الضاري لأخذ بعض المعلومات وتواصلت مع أفراد عائلته وقمت بالتثبت من بعض المعلومات عنه وعن العائلة بشكل عام وأشكرهم على حسن التعاون وهم صراحة حملوني شكر الدكتور مثنى حارث الضاري خاصة والهيئة بشكل عام على هذه الندوة وبيننا أحد أولاد الشهيد في هذه الندوة المهندس أحمد عصام الراوي وصهره أيضا الأستاذ خلدون المصلي فمرحبا بهم ومرحبا بكم جميعا اسمه ونسبه هو الدكتور عصام كاظم فتح سليمان الراوي من بيت عسكر أحد بيوتات راوة ولادته ونشأته ولد في 26.12.1949 في قضاء راوة بمحافظة الأنبار نشأ في بيئة ملتزمة وعائلة متدينة وصاحبة دعوة فوالده هو الأستاذ كاظم فتحي الراوي العالم المعروف وصاحب المؤلفات العلمية الشاهدة بفضله وعلمه ومنها على سبيل المثال كتاب علوم الحديث ونصوص من الأثر وكتاب علوم القرآن والكتابان بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور قحطان الدوري والدكتور رشدي إعليان وكتاب أساليب القسم في اللغة العربية وكان أستاذا في الجامعة المستنصرية هذا والد الدكتور عصام شقيق الدكتور عصام أحمد الراوي الرئيس السابق لانتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا وحاليا في الوقف الأوروبي وشقيقه الآخر الدكتور كاظم أو جواد الراوي له إسمان عميد الكلية الإسلامية في فرنسا سابقا توفي سنة 2011 رحمه الله والدكتور عصام الراوي رحمه الله متزوج وله من الذكور بحسب الترتيب العمري المهندس عمار والدكتور عبد الرحمن والمهندس أحمد الذي بيننا وأربع بنات تتلمذ رحمه الله على يد والده الشيخ الأستاذ كاظم فتح الراوي فتعلم منه اللغة العربية والقرآن وباقي العلوم الشرعية حيث توفي والده في 2010 ونعته الهيئة رحمه الله إذن الدكتور عصام الراوي من عائلة علمية دعوية وهي تنتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فبيت عسكر هي من عائلات المنتسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في راوة مرحلة تلقيه العلم أنهى دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة راوة وكان من الطلبة المتميزين وتخرج من الإعدادية عام 1969 حصل الشهيد على شهادة البكالوريوس في علوم الأرض عام 1974 من كلية العلوم بجامعة بغداد وحصل على الماجستير في علوم الجيو كيميا سنة 1977 أيضا من كلية العلوم بجامعة بغداد كما حصل على شهادة الدكتوراء في علم الصخور الرسوبية عام 1981 من كلية العلوم بجامعة بغداد وكان من أوائل الطلبة الذين منحوا شهادة الدكتوراء من جامعة بغداد في هذا الاختصاص فقيل أول طالب أو الثاني في العراق عمل أستاذا في تخصص علم الصخور الرسوبية وبصرية المعادن في عدة جامعات هي جامعة بغداد في العراق الجامعة المستنصرية في العراق جامعة صلاح الدين في أربيل حيث تم تعيينه فيها لمدة أربع سنوات وأثناء تدريسه هناك بنى فيها علاقات وثيقة مع أهلها بشكل عام ومع الحركة الإسلامية بكل اتجاهاتها وكان لها صداها الطيب وذكراها المفيدة في تمتين الأواصل العربية الكردية اعتقل أثناء عمله في 1986 مع عدد من زملائه بتهمة المشاركة في تنظيم سري وحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد سنة 1987 ومن ثم إلى عفو خاص وعاد للعمل في جامعة بغداد بعد العفو ليغادر العراق سنة 1995 إلى اليمن ليعمل نائب رئيس جامعة تعز الوطنية لمدة سنة واحدة ثم إلى تركيا ليعمل مشرفا ثقافيا وتربويا لمؤسسة دار السلام في اسطنبول ثم إلى ليبيا ليعمل في جامعة سبهة ثم عاد للعراق سنة 1999 لمدة أشهر ثم سافر إلى تركيا مرة أخرى حتى سنة 2001 ليعود إلى العراق في هذه السنة ويبقى في جامعة بغداد من 2001 إلى تاريخ اغتياله رحمه الله نظم الشهيد الراحل كثيرا من الندوات داخل العراق وخارجه وشارك وأسهم بفاعلية في الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية والدعوية والسياسية وكان حلقة توصل مع العديد من الجهات العلمية والثقافية والدعوية والدينية خارج العراق ومن أبرزها الحركة الإسلامية في تركيا والجالية المسلمة ومؤسساتها في تركيا والجالية المسلمة في بريطانيا وعدد من المؤسسات العلمية والأكاديمية نشط رحمه الله بمجال الدعوة في أوساط طلاب الجامعة رغم الظرف الصعب الذي كان يحيط بالحركة الإسلامية حينها والصعوبات التي تقف أمامها بعد احتلال العراق انضم الدكتور عصام الراوي إلى هيئة علماء المسلمين التي رأى فيها المعينة المناسب للعمل الإسلامي والوطني في ظل الاحتلال وشارك في كل المناشط السياسية وغير السياسية التي شاركت فيها الهيئة وأصبح عضوا لمجلس شورى الهيئة ومسؤولا للقسم المهني فيها حتى تاريخ اغتياله رحمه الله وأثناء عمله في القسم المهني في الهيئة كان مثالا وقدوة حسنة في العمل والبذل والسعي لتطوير العمل والحرص على إبلاغه رسالة الهيئة وشرح مشروعها الثقافي كما أسس بعد الاحتلال أيضا مع عدد من زملائه وطلابه رابطة التدريسيين الجامعيين بعد أسابيع من الاحتلال لتكون أداة للدفاع عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع ووسيلة للتعريف بهمومها ومشاكلها وقد حققت هذه الرابطة نجاحات كبيرة في هذا المجال وأضحت مؤسسة ثقافية ذات مركز مرموق داخل العراق وخارجه حتى أصبحت بياناتها وتقاريرها تحظى باهتمام بالغ ويعتمد عليها في قراءة الواقع العلمي في العراق والصعوبات التي تكتنفه أيضا والرابطة تضم لحد الآن 1400 أستاذ جامعي منهم 225 أستاذة جامعية وقد أسسها في 19-7-2003 وهو أول رئيس لهذه الرابطة قام الشهيد في إطار عمله في الرابطة بتوثيق جرائم الاحتلال غد هذه الشريحة من شرائح المجتمع في العراق وأضحت قائمة الرابطة حول الأساتذة الجامعيين المعتقلين والمغتالين أهم الوثائق في هذا المجال ومصدرا لكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية اغتياله شهدت جامعة بغداد الكثير من أعمال التصفية والتي طالت الكثير من الكفاءات العلمية العراقية بواسطة قوى الظلام والميليشيات التي اغتالته يوم الأثنين الموافق 30-10-2006 حيث وقع الاغتيال قريبا من سكنه في منطقة الداودي في بغداد بينما كان الشهيد في طريقه إلى عمله للجامعة مع زميلين له وهما الدكتور مدحة علوي ناصر والدكتور صفاء عبد الفتاح الجنابي والذين أصيب بجروح جراء العملية لينقل للمستشفى للعلاج أما الدكتور رحمه الله فمات على الفور من هذه الحادثة يذكر بعض المقربين له والمتخصصين في هذا المجال أن سبب اغتياله هو جهوده التوحيدية بين طوائف العراق المتشاحنة وتثمينا لجهوده العلمية ولدوره الفعال وتخليدا لاسمه رحمه الله أطلقت جامعة بغداد اسم الدكتور عصام على قاعة المناقشات والندوات في قسم الجيلوجيا فسميت القاعة قاعة الشهيد عصام الراوي قالوا عنه تناقلت سيرته الكتب ومنها موسوعة أعلام الجيلوجيا في العراق ونعته المواقع والمؤسسات والأقلام ومنهم الدكتور مثنى حارث الضاري بعد مشاركته في تشيع جثمانه الطاهر وأكتفي بشهادة الدكتور مثنى له في هذه الكلمات من بقية الأقلام وهي صراحة تصف لنا الشهيد عن كثب ومعايشة لكل مواقفه وتصرفاته حيث قال الدكتور مثنى حينها أنا لا أعز بأخي الكبير الشهيد فقد شيعته اليوم مع المشيعين وقبلت وجنتي نجله عبد الرحمن بدلا من الوجنتين الطاهرتين الفقيد الذي طالما قبلتهما وأنا ألتقيه في أروقة الهيئة وفي الأماكن والمنتديات واللقاءات التي تجمعنا معا خارج إطار عملنا المشترك في الهيئة كنت معه على صغر سني وقلة تجربتي في تأسيس رابطة التدريسيين الجامعين التي شرفت ولا زلت أشرف بأني عملت في بناء أسسها مع شهيدنا السعيد هذه الرابطة التي حرص كل الحرص على أن تستقل في توجهاتها ومنطلقاتها وبرامجها ووفق في ذلك أي ما توفيق أشهد له بذلك ويشهد له به غيري كثيرون لقد فقدت باستشهاد أخي الكبير معاني كثيرة منها الخبرة الطويلة المقترنة بالتواضع الجم الذي يكاد ينسيك مكانة الرجل وعلمه وسنه ومركزه ومكانته في إطار حركة الإسلامية في العالم ولعل هذا كان مقصودا منه رحمه الله وكذلك الإخلاص الفذ الذي جعله يسخر نفسه فكرا وقلبا وبدنا للسعي في قضايا الوطن وهم من ناس وطالما رددها على مسامعي أنا جندي وجمع إلى ذلك الإنصاف في تقييم الأفعال والتصرفات والصراحة في التعبير على المكنونات والنقد الملتزم بالثوابت التي نشأ عليها وتربى في ضوئها وعمل على الوفاء لها والدعوة إلى الالتزام بها في ظل هذا الظرف الدقيق الذي نحياه في العراق المحتل رحم الله أخي الشهيد الذي أعزي بفقده العلم الذي وعاه صدره والدعوة التي شهدت له بها رياض راوة وساحات بغداد وحدائق أربيل وملتقيات اسطنبول ومؤتمرات عواصم الغرب والشرق والجهاد الذي لم تتسع له أجواء بغداد فحمل همه إلى خارجها مبشرا بالفرج الذي طالما طمأن الكثيرين بالحديث عنه وثغره باسم رحمه الله تعالى ونحن أيها الأحبة نقول رحمك الله يا أبا عمار وأسكنك فسيح جنانه وعوض أهلك ومحبيك وبلدك وأمتك خيرا منك وجعل ما قمت به في صحيفة أعمالك وهذا أيها الأحبة مختصر لحياته وقد تكلمت فيها عن اسمه ونسبه وعن ولادته ونشأته وعن مرحلة تلقيه العلم وعن اغتياله وماذا قالوا عنه لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل أسأل الله أني قد وفقت في بيان صورة حياة الراحل رحمه الله الدكتور عصام الراوي من خلال هذه الكلمة ومن خلال ما تابعته مع عائلته ومع رفيقه الدكتور المثنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر الدكتور عمر النقيب على هذا العرض والتعريف بالدكتور عصام الراوي رحمه الله ندعو الله أن يجعلنا متأسين بسيرته وعمله وإخلاصه ننتقل لمسك الختام مع الأستاذ المفكر إبراهيم العجلوني ليلقي ورقته البحثية التي تحمل عنوان في ذكرى العالم الشهيد الدكتور عصام الراوي رحمه الله ودلالات الإختيال فليتفضل جزاه الله خيرا والوقت كالمعتهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام أحب قبل أن أتكلم في دلالات هذا الاغتيال أن أتكلم بعض الشيء عن حضور العراق في الوجدان العربي وفي التاريخ العربي وفي النهضة العرب الحديثة ذلك أننا حين نستذكر العراق إنما نستذكر ابتداء بغداد وهي تبنى عام 132 للهجرة وكيف كان الإمام مالك يحمل الآجر في ابتنائها ونستذكر مجالس العلم والفلسفة وعلم الكلام والتفسير التي كانت تجري في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة ونستذكر مدارس الكوفة والبصرة وبغداد في علم الكلام والتفسير واللغة ونستذكر على الأخص تلك الليالي التي كتب عنها أبو حيان التوحيد في الإمتاع والمؤانسة وكتب عنها أيضا في المقابسات والتي تعكس هذا الهاجس العلمي المتوقد في بغداد بغداد الحضارة بغداد النور وهذا ينسحب أيضا إلى زمننا هذا كيف أخذ العراق يقود نهضة الأمة منذ سبعينيات القرن الماضي ويرسل ألاف الطلبة ويبتعثهم ليقنصوا العلم من أي مكان في الأرض ثم ليبتنوا نهضة علمية أثارت حفظة الغرب والشرق فكان مكان مما تعرفونه الحقيقة اسمحوا لي ابتداءا أن أتساءل ما الذي يثيره في النفس اغتيال عالم عربي وما هي التساؤلات التي تملأ الأفق حين يكون هذا العالم عراقيا وما معنى أن يطارد علماء العراقي طلائع نهضة أمة العرب العلمية في الآفاق ومن ذا الذي يمر بمثل هذه الواقعة المعجبة واقعة اغتيال عالم عربي عراقي دون أن يتمثل قوى الظلام وقد أحدقت بمشكات النور الوحيدة التي أمدها العراق بنسغ الحياة ليضيئ لأمة العرب والمسلمين طريق النهضة وليخرجهم من ظلمات القهر والتبعية والاستخداء فيعود ليكونوا خير أمة أخرجت للناس ويكون لهم المجد الذي كان في مسار الزمان إن مما لا ريب فيه أن استعادة عافية العقل والروح هي أمثل الأهداف وأجدرها بهمم العراقيين الذين أقاموا من بغداد أنموذجا لمدينة الأنوار قبل أكثر من ألف عام لا تقولوا باريس ولا تذكروا أي من مدائن الغرب هيها تنجد فيها مجالس نورانية تنويرية كالتي نقلها إلينا أبو حيان التوحيد في الامتاع والمؤانسة والمقابسات وهيها تنجد في رؤساء الغرب ومتقدميهم من يبلغ أن يحظى بأدنى درجات المشاركين في مجالس العلم والأدب والفلسفة التي عرفتها بغداد وكثير من مدائن الإسلام أزمانا مديدة حتى وقر في أخلاد الأوروبيين أنفسهم أن قصب السبق إنما هو للعرب في كل ذلك حتى وقف فريدريك الأكبر موقف التلميذ المسترشد من ابن سبعين وهو يسأله أن يشرح له ما غمض عليه من كتب أرسطو وحتى أصبحت كلمة فيلسوف مرادفة في الوعي الأوروبي الوسيط لكلمة عربي في دلائل متظاهرة وبراهين متتابعة على ما بلغه العرب والمسلمون بالعلم من درجات حيث يمكن القول إن العراق العظيم ومنذ سبعينيات القرن الماضي قد شحذ عزائم أبنائه لاستدراك ما فات الأمة من كل ذلك ولإقامة صروح العلم على نحو يعيد لبغداد ملامحها والسماتها وآفاقها الحسان ولتحصيل علوم العصر من مضانها لتكون بعض ما يحتقبه العربي في نهضته وبعض ما يهيئه من عدته في زمن لا يخوض غماره إلا الأقوياء النجباء النجباء الفطناء وأولئك هم طلائع العراقيين الذين اشتد بهم كيد الكائدين من صهاينة ومستعمرين فكان ما كان مما تعلمونه أجمعي ولقد كدنا ولقد كنا أو كدنا لولا رحمة الله التي لا يقنط منها المؤمنون بحال نميل إلى ما يشبه الحبوط والاستيئاس ولا سيما في غمرات ما نحن فيه من شديد الالتباس ولكننا نرى إلى ما هو أعمق من هذا الظاهر الذي يؤخذ به قصار النظر ونذهب إلى موراء الأديم المنبسط من آفاق وأعماق ونستشعر المعنى الحقيقي لاغتيال العالم الجيولوجي الشهيد الدكتور عصام الراوي الذي نتبين به بهذا المعنى نتبين به توجس أعداء أمتنا من أن ينفر طائفة من ألباب العقول والإرادات من أبنائها ليتفقهوا في العلم وليبنوا به مستقبل أمتهم وليحققوا لها المكانة التي تستأهل والمثابة الآمنة التي تريد ولسنا نسلم أنفسنا هنا للوجد والفقد ولا للالتياع والحزن فثمت معاني جليلة تلوح لنا وراء هذه الفاجعة وثم دلالات لا ينبغي أن نخطئها وأول ذلك ضرورة أن تكون شهادة الدكتور عصام الراوي ومئات علماء العراق الذين نالوا الشهادة مبعث إصرار على الدأب الذي لا يعتريه فتور ولا ونى في تحصيل علوم العصر جليلها ودقيقها وفي البلوغ في ذلك إلى أعلى الدرجات وأبعد الغيات إذ العلم اليوم فوق أنه حياة ونور فهو قوة وكرامة ولا ينبئك مثل خبير ثم إن أعداء أمتنا العظيمة وقد تتبعوا بالقتل مئات من علماء العراق ليفوتهم أن يدركوا أن أرواح هؤلاء الشهداء ستظل أقباساً تهيب بالمدلجين وصواً مضيئة يتنورها السراه وسيبلغ من شأنها في وعي الأمة وضميرها ما يفجأ طغاة الصهاينة والمستعمرين ومن يلهث في غبارهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبعد أيها الإخوة فلعل مما يقتضيه المقام ويستحب دركه من أخلاق الأنام أن العبقرية غالباً ما تثير حفائض الطغام فيستهدفونها بالكيد وألوان الخصام ويتولونها بالتنكيد ويسعون سعيهم الآثم في تحطينها وقتلها معنوياً فإن لم يمكنهم ذلك كان القتل الحسي هو سبيلهم الشافي غليلهم وذلك ما لا يعجب له من كان له البصر الحديد بما يبدئ به هذا الخلق ويعيد رحم الله من اجتمعنا في هذا المجلس الكريم على ذكراه وجعل جنان الخلد وغرفاتها مأواه وسلام الله على العراق وأهل العراق والحمد لله رب العالمين جزا الله خيراً الأستاذ المفكر إبراهيم العجلوني على هذه الورقة التي تحدث فيها عن دلالات الإغتيال وخطط الظلام التي تريد إطفاء أنوار العلم وأن لهم ذلك نفسح المجال الآن للأسئلة والمداخلات لمن أحب المشاركة أو الإضافة وفي هذه المناسبة نرحب ونشكر حضور الأستاذ بروان الفاعوري الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية والشيخ عبد الرحيم وزير الأوقاف الأسبق فأهلاً وسهلاً بهم واسمحوا لي أن أعطي المجال الأول لابنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحفيه أجمعين اسمحوا لي أولاً أشكر الأستاذ دكتور مثنى حارث الضاري وهيات علماء المسلمين على إقامة هذه الندوة المباركة لإحياء ذكرى الوالد الشهيد رحمه الله اسمحوا لي أن أتقدم بالشكل للدكتور عمر النقيب والدكتور إبراهيم العجلوني على ما قدمه من كلمات طيبة لا يسعني أن أزيد على ما أتقدم به الأساتذ الأفاضل ولكن لربما تعلمت شخصياً من حيات الوالد أن الإخلاص في العمل واجب على كل شخص كان مهما كان مكانته في المجتمع احتذاناً بالحديث الشريف للنبياء الصلاة والسلام إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه فكان حريص على أن يعني يقدم كل ما عنده سواء في الدعوة إلى الإسلام أو في عمله في الجامعات في مختلف الدول طبعاً سمحوا لي أيضاً أشكر للحضور الكريم تشير فيهم بحضور الاستماع ناس طبعاً ستقدم في الكلمات الوالد ربما لم أعصروا كثيراً يعني بسبب السفر وهذه الأمور لكن كان له الذكر الطيب إن شاء الله عند الناس يعني لا يبقى الإنسان بعد وفاته إلا الذكر الطيب إن شاء الله ونرجو أن يكون قد ترك الذكر الطيب عند الأشخاص زميان بارك الله فيكم يا إخوتي الحبة والكرام جميعاً منظمين وضيوف ومشاركين وشكري الخاص هنا للأستاذ المفكر إبراهيم العجلوني على هذه الكلمات الجميلة الطيبة المعبرة الدالة على حبه لأمته والعراق بشكل خاص وقد كانت مشاركته في هذه الندوة وفي ذكرى شهيدنا الدكتور عصام الراوي مشاركة مهمة وتركت انطباعاً جميلاً لدي وأعتقد لدى الجميع وشكري أيضاً للأستاذ المهندس مروان الفاعوري لمين العام لنمتد العالم الوسطية والشيخ عبد الرحيم العكور وزير الأوقاف الأسباق على مشاركتهم في هذه الندوة الدالة على اهتمامهم أولاً بالعلاقة مع الهيئة وثانياً على مدى حبهم ومتابعتهم لسيار علماء العراق ومنهم شهيدنا الدكتور عصام الراوي وهنا أثني فقط على بعض الملاحظات التي ذكرها الأخ الدكتور عمر النقيب في ورقته مواقف سريعة من علاقتي مع الدكتور عصام الراوي فكما قال الدكتور عمر أنا رفيق دربه ولكن في الهيئة في الفارق الزمني والعلمي والخبرة والممارسة في إطار العمل الإسلامي شتان بيني وبينه ولكن جمعتنا الهيئة على اختلاف التخصصات ولكن على اتفاق الأماني والنيات والأهداف والغايات وهذه شهادة له وهو الجيولوجي كان سباقاً لانتماء إلى هيئة علماء المسلمين والمساهمة في نشاطاتها ودخل في عضوية مجلس الشورى بحكم أنه كان داعية وناشطاً في هذا المجال وقد أوصلنا رسالة من خلال مشاركة في مجلس الشورى أن الهيئة مفتوحة للجميع وتسع الجميع نعم عمادها الأساسي العلماء وطلبة العلم الشرعي ولكنها أيضاً تسع المهتمين بهذا الجانب مما يعملون للأمة فأنشئ القسم المهني بناء على اقتراحه ليكون قناة وصلة بين الهيئة وبين فئات المجتمع الأخرى وقد أبلى في هذا بلاء حسناً وكان القسم المهني وندواته ولقاءاته هي الجسر الرابط بيننا وبين الاختصاصات الأخرى من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرهم بل حتى وصل الأمر إلى العلاقة مع ضباط الجيش فكانت الندوات هذه في القسم المهني توصل رسالة الهيئة تبيل للناس أهداف الهيئة وتوقد في قلوب العراقين في ذلك الوقت هم الدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال وقد كان بارعاً في هذا المجال نتيجة الخبرة والممارسة الطويلة وأيضاً مما يشهد له أنه حسم خياره مبكراً بعد الاحتلال فهو ابن الحركة الإسلامية ولكن عندما رأى أن الحركة الإسلامية في مفترق طرق وهل تختار بين مقاومة الاحتلال أو مسايرته اختار الطريق الأول هو أعلن المفاصلة واضحة وصريحة وانتمى للهيئة ولم يكتفي بذلك فإنشأ رابط التدريسين الجامعيين وهنا تكمن يعني أو يكمن إخلاص وصدق ومسؤولية دكتور عصام الراوي أسسنا الرابطة معه وكانت لنا جلسات مطولة في الهيئة وفي بيتي في الداودي وبعد ذلك جلسات أخرى في أماكن أخرى التي عقدت فيها الندوات التحضيرية ومن ثم انطلاق الرابطة بعد شهرين أو ثلاثة من الرابطة كان هناك اجتماع للأعضاء المؤسسين والعدد فاق العشرين في وقتها من مختلف التخصصات في أغلب الجامعات العراقية وإذا به يفاجئنا بكل صراحة وبكل وضوح وبكل شفافية كما يقولون الآن يقول أريد أن أحافظ على استقلالية الرابطة لا أريدها أن تكون تابعة لهيئة علماء المسلمين وهو عضو مجلس شورة لي ولا للجهة الفلانية وسمى اسما آخر فماذا تقولون؟ فباركنا له جميعا وقلنا له يدنا على يدك هذه رابطة مستقلة تخدم الجميع الهيئة وغير الهيئة واستقلاليتها في هذا الظرف مهم لأنها تغذي البعد الوطني فتشمل العراقيين جميعا قال إذن أطلب من الدكتور مثنى الضاري والدكتور فلان سمى شخصا من حزب آخر أن ينسحبها من الرابطة للمحافظة على استقلاليتها بهذا الوضوح وهذه الصراحة فقلنا له سمعا وطاعة ونحن معك وهكذا انسحبنا من الرابطة وبقينا ندعم الرابطة من خارجها إقرارا واتفاقا معه على هذا الهدف وعلى خلوص نيته في هذا الموقع وقد حافظ عليها إلى أن مات أما بعد وفاته فهذا أمر آخر لا أريد أن تحدث عنه الموقف الآخر وهذه شهادة للتاريخ سمعتها قبل أيام من الأستاذ وليد الزبيدي أنا كنت في بغداد والدكتور عصام كان في زيارة عمل خارج العراق وفي طريق عودته في عمان التقى بالوالد رحمه الله هنا فطلب منه الوالد بأن لا يعود إلى بغداد في هذه الظروف لأن الأجواء غير مساعدة بعد أحداث سامراء في وقتها وأنه ممكن أن يتعرض للاغتيال وأني أخشى عليك يا دكتور فأرجوك تأخر قليلا هنا عندنا فأصر الدكتور عصام على العودة وقال لدي أعمال ويجب أن أعود فعاده بعد مدة قليلة استشهد بعد أربعة أشهر من استشهاد الشيخ الدكتور يوسف الحسان رحمه الله وضو الأمان العامة ورئيس فرع المنطقة الجنوبية في لي الذي أيضا ألح عليه الوالد بالبقاء في عمال لمدة وعدم العودة إلى العراق في عام 2006 بسبب الظروف التي تحدثت أنا ولكن أيضا أصر على العودة واستشهد قبل الشهيد عصام الدكتور عصام بأربعة أشهر عندما عاد الدكتور عصام إلى العراق زارني في البيت في أبغرب كنت لا أستطيع الذهاب إلى بغداد في وقتها جلسنا نتحدث كل ما تكلمت بقضية قال حاضر تأمر قلت لي يا دكتور استغفر الله أنا أصغر منك سنة وأنت أكثر مني خبرة وحتى في الجانب الإداري أنت مسؤول قسم وأنا مسؤول قسم قال لا أنت الآن مسؤول قسم لكن لديك مسؤوليات أخرى وأنا هذا الذي تعلمته في حياتي وفي تربية الدعوية بأني أسمع وأطيع وأكون جندي هذه العبارة ذكرها الدكتور عمر النقيف في هذا الموضع فحقيقة كان موقف كبير أعطاني درسا مهما وهذا الدرس عبرت عنه أنا في المقالة التي كتبتها في ذلك الوقت يعني تثمينا لهذا الموقف واعترافا بفضله على العراق وعلى الهيئة وعلي شخصيا هذه شهادتي المختصرة وإلا هناك مواقف كثيرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أشكر لكم إقامة هذه الندوة التي تعرف الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية بالدكتور عصام الراوي وهو واحد من العلماء الذين كان لهم الأثر الكبير في وطنهم العراق الشامخ الذي إن شاء الله سيعود شامخا كما كان وتحدث به الأستاذ إبراهيم العجلوني إذ كان منارة للأمة بعلمائه وأدبائه ومفكريه ولذلك أستطرد في الحديث لأقول أن ليس الدكتور عصام الراوي أول المستشهدين من العلماء ولن يكون آخرهم ذلك أن العلم الذي يحقق شخصية الأمة كان هدفا ومستهدفا من قبل الأعداء ولذلك عند انحسار العراق في قوته في فترة التسعينيات أول هدف كان لحركة الموساد الإسرائيلية هو تتبع العلماء العراقيين أينما كانوا وبالتالي أخذ عنوينهم ومتابعة تحركاتهم والقضاء عليهم واحدا تلو الآخر بحوادث مفتعلة بحوادث مخططة ولذلك هم يريدون أن يقضوا على خضور هذا الشعب من خلال المنارات التي يمثلون من خلال علماء في الهندسة علماء في الفيزياء النووية في الطاقة في الطب في الصيدلة في كل المعارف والعلوم ولذلك هذه الندوة التي تأتي كمنارة حقيقة في التعريف بهذا الشهيد الشاهد الدكتور عصام الراوي وتضع الكثير ممن يعرفه أو لا يعرفه بعض تفاصيل سيرته ومسيرته التي تمثل العطاء والبذل في الميادين التي كان يمثلها حقيقة هذه تدلل على أن العراق وإن يمر الآن بحالة مخاض عشير إلا أن الاعتراف بالإرث الحضاري الذي يمثل هذا اعتراف لا يمكن أن ينقطع وبالتالي بين فترة وأخرى يخرج من هذا الشعب من يستذكر التاريخ الأصيل لهذه الدولة العظيمة بلاد ما بين النهرين هذه الحضارة التي كانت تمثل المشرك الحضاري الإنساني العربي الإسلامي وبالتالي سيعود لها راية الفتح من جديد حتى ترفرف عالية خفاقة بإذن الله موضوعكم يؤسس لحالة إنسانية نريد أن تستمر إن شاء الله بالتعريب بمزيد من العلماء الذين ارتقوا شهداء وبكيت منارات علمهم ماثرة في حياة الأمة وأشكر لكم وأسف على الإطالة وبرك الله فيكم كل الشكر للهيئة ممثلة بأمينها العام الدكتور بوثنة حارث الضاري والإخوة الأعزاء الذين يقومون على هذا العمل الذي نعتقد أنه يؤكد وصلة هذه الأمة في انحيازها دائما نحو الحق وتبنيها لمنهج الصمود والابتعاد عن منهج التميع لثوابت هذه الأمة ومهادنة العدو أيا كان شكله أو لونه أو غطاءه وشكر للإخوة الذين تحدثوا وعرفوا بعلم من أعلام هذه الأمة دكتور عصام وهذه العائلة المشهورة والمعروف منها عدد كبير من الشخصيات وخاصة الدكتور عصام والدكتور أحمد والأخ عمر ولا شك أنها عائلة واللادة قدمت وتقدم إن شاء الله لهذه الأمة من يشكل منارات على طريق مقاومة العدو وتحقيق مشروعنا النهضوي بإذن الله لا شك أن الشهداء بدمائهم يشكل زيت الذي يضيء طريق هذه الأمة وقد دخسر قليلا لكن على المدى البعيد كما قالوا تبقى كلمات هؤلاء العلماء يعني عرائس من الشمع لا تدب فيها الحياة إلا عندما يموت ويقتل الشهداء في سبيل هذه الكلمات عندها تبقى خالدة وتؤثر وتعلم وتخط الطريق واضحة المعالم ليسير عليها من بعدها الحقيقة كنت أتمنى أيضا من الأخ إبراهيم العجلوني الذي أبدع فيما تحدث والأخ عمر أن يكون هناك يعني مشروع نحديث عن مشروع لتوثيق هذه الشخصيات التي استهدفت يعني في العراق تحديدا ويعني توفير معلومات دقيقة من هي الجهات التي استهدفت علماء العراق ومن هي الخلية التي كانت تخطط دائما لتحديد تحديد الأهداف سواء في العراق أو خارج العراق في جهة محددة لا شك أنها كانت تقف خلف هذا الأمر فإذا كان هناك معلومات نحب أن نعرفها وشكرا جزيلا مرة أخرى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشكرا حقيقة للهيئة ولهذا الجهد الطيب المبارك الذي قاموا فيه وأننا نعلم أنه منذ بدأت قضية احتلال العراق كان احتلاله بسبب النهضة أو مشروع النهضة الذي كان يقوم به العراق في محاولة حقيقة رفع راية هذه الأمة ولذلك الاستهداف كان مقصودا من أول الطريق من بداية الاحتلال وما قبل الاحتلال المؤامر الاحتلال كان المقصود منها استهداف علماء العراق بغض النظر عن اختصاصاتهم ولذلك يعني كما ذكر بعض الإخوة بقي متابعة متابعة علماء العراق داخل العراق وخارج العراق هدفا للقضاء على هؤلاء الذين كانوا يمثلون نواة النهوض للأمة أنا أريد أن أكدها ما قاله أخي أبو معاذ إنه ضرورة أن يفرد حتى ولو لكل واحد العلماء سيرته الذاتية وحقيقة أثره العلمي ثم بعد ذلك طريقة اغتياله لأنه لا تدري الأيام القادمة لا تدري من يستهدف من إخواننا من العراقيين فحتى تبقى هذه أحد يعني وسائل يضاح العراق مفهوما وحذارة وعلماء أتمنى أن هذا الموضوع أن تأخذوا الهيئة بعين الاعتبار مع احترامي للمشروع الذي يقوم به أخي الدكتور مثنى حارث الضاري وشكرا عفوا نسمح لدكتور مثنى على مشروع أستاذ مروان ومشروع شيخ عبد الرحيم ما يخص مشروع حضرتك أستاذ نحن عدنا بألف ونستة اصدرت الهيئة كتاب اغتيالات الكفاءات تقريبا ثلاثمائة وخمسة وسبعين شخصية للكفاءات بجميع التخصصات والتوجيه صراحة من الدكتور صدر عن تكملة هذه الكتاب لأن في 2006 والآن القسم المهني يعمل على تكملة هذه الكتاب في الإصدار الثاني إن شاء الله والشيخنا كذلك عدنا شهداء الهيئة فيها عن سيرة كل شهيد والحالة التي مر بها الله يباري فيكم إن شاء الله الله يباري فيكم في الختام نشكر الجميع على الحضور والمشاركة في هذه الندوة وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة